بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنوار تملى القلوب وصل بالله سبحانه وتعالى وخاصة لو كان نور عجيب وسر غريب بين العباد والحبيب مولانا سبحانه وتعالى الحبيب الأجل لما يكون ربنا سبحانه وتعالى مد حبال الود بيننا وبينه عشان يتجلى علينا باسم الودود ويتودد إلينا ويجعل بيننا وبينه حبل متين حبل من نور غريب حبله تشعر بأن طرفه في قلبك وطرفه في الحضرة القدسية عند الله سبحانه وتعالى حاجة غريبة قوي سر ربنا يجعله في حياتنا ما يتمسكش بيه غير اللي عارف يعني إيه حياة سر لو حد يفهمه بيتغير فهمه للحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا كل المعنى ده في حديث عجيب عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الذكر نسمع الحديث تاني ونحاول نستحضر إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وإحنا قاعدين مع سيدنا أبي موسى الأشعري بنسمع من حضرة النبي وبيقول لنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الحديث متفق عليه أخراجة والبخاري ومسلم بس عايزين نقول حاجة مهمة قوي الحديث ده بيكشف لنا عن سر الحياة سر عظيم من أسرار الحياة سر الذكر وإيه العلاقة اللي تخلي الذكر يجعل الإنسان حي يبقى إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب لنا الأمثلة فضرب لنا مثال شخص يذكر الله كأن الهروح بالدب فيه فهو حي والذي لا يذكر الله جسد ميت لا حياة فيه مثل الذي يذكر ربه كمثل الحي ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الميت تعالوا نتأمل هذا المثال هذا المثال الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مثال لفهم الحياة كلها إيه الحكاية تعالوا نشوف واحد أكل أكل وشرب فلما جي أكل أكل بإيه بذكر الله فإن لحصل قال بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا فلما أكل أكل باسم الله سبحانه وتعالى فاكرين حديث إنكم لا تدون في أي طعامكم البركة فكأن الذكر سرى في الطعام ونشر البركة في الطعام اللي يعرف في أي الطعام البركة هو في الطعام الذي كان مخلوطا بذكر الله ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضع يده في الماء فيذكر الله الماء يزيد إذن الذكر يجعل الأشياء تدب فيها الحياة لماذا تدب فيها الحياة لأننا مع ذكر الله نتذكر أن الحياة بيد الله يبقى الذي يذكر ربه كالحي مثله مثل الحي لأن ذكر الله يذكرك بالحي فتحيا بالحي فسعتها بيصبح الذكر في الحقيقة عبارة عن مذكر لك بحقيقة الحياة يبقى هنا بيبقى جسد الأشياء دب فيه الروح الذي من عند الله يبقى الذكر يجعل الأشياء يدب فيها الروح ولذلك الجسد ده الذي تدب فيه الروح يكون بذكر الله طب وإذا ما كانش فيه ذكر الله يبقى مياء موات وربنا سبحانه وتعالى سمى كتابه العزيز روحا ومعروف أن القرآن هو الذكر إيه ده إيه اللي إبداعه الجمال ده يبقى إيه اللي حاصل القرآن تسمى روح وهو ذكر يبقى الذكر روح روح كل شيء فالله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا إيه ده ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إيه ده يبقى المثل ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفهمنا إن الذكر إذا كان القرآن ذكر وهو من أمر الله والروح من أمر الله فالذكر هو في الحقيقة روح إذا دبت في الأشياء جعلتها تحية يعني كلما كان الإنسان مكسرا من الذكر كلما كانت الحياة أكثر سهورا فيه يعني إذا أردت أن تكون أكثر حيوية فكون أكثر ذكرا وكلما كان الإنسان بعيد عن ذكر الله كان في عيدات الأموات يبقى المعنى البديع ده ربنا سبحانه وتعالى الهنة عشان نقدر نفهم قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَمْ مَثَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارجٍ مِّنه يعني إيه؟ يعني فيه ناس بتحية ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تحية القلوب يعني الحياة هنا لها معنى تاني غير الحياة الأكساد يعني الحياة هنا مش الحركة الحياة تانية الحياة اللي إحنا بنتكلم عنها هي حياة تانية بتجعل الإنسان يرى الحياة بشكل صحيح مش كل جسد بيتحرك يبقى حي ولا كل جسد بينتقل وبيتكلم بيكون حي إنما لابد للتوفر عشان الحياة تتوفر فيه لازم عشان نقدر نشوف كمال الحياة لازم نكون ذاكرين لله وكمان الإنسان اللي بيكسر اللي بيكسر من ذكر الله حتى لو انتقل ومات فهو لا يزال قلبه وروحه تحية بذكر الله فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يا سلام يعني أفضل كده ويمكن ده وحدة وحدة نفهم بقى حاجة مهمة جدا فاكرين حديث رسول الله سلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الزكر حلق الزكر اللي منها إيه اللي هي حلق العلم من حلق الزكر طب تعالوا نسمع حديث رسول الله يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها علم ينتفع به يعني ذكر ينتفع به يبقى الذكر حياة بعد الحياة يبقى لازم نعرف قانون إن الذكر بيتجاوز الزمان والمكان ليه؟ لأنه الحياة الحقيقية بحظة النبي بيعلمنا هنا حاجة تحية بها قلوبنا ويذكر الله لأن الله يذكر الله سبحانه وتعالى الله سيذكره فاذكروني أذكركم فما بالك بعبد يذكره الله سبحانه وتعالى فحياته لا تنتهي إحنا محتاجين إيه؟ عشان نقدر نحصل ده إن إحنا نقدر نعيش في الحياة بهذه الطريقة إحنا محتاجين شوية حاجات أول حاجة محتاجين إيه؟ محتاجين تلات مفاهيم المفهوم الأول الحضرة يعني إيه الحضرة؟ أن تذكر الله وأنت بين يدي الله دايماً أقول لأحبابي كده الله سبحانه وتعالى من علامات الصدق الحب أن تقبل عليه وأن تسير إليه وأنت واقف بين يديه يبقى لما تيجي تذكر ربنا عشان يتحصل في قلبك هذه الحياة لازم تذكر الله وأنت في حضرته وأنت بين يدي الله يبقى أول حاجة تذكر الله وأنت بين يدي الله يبقى تفهم أن ذكرك ده مسموع ذكرك ده محفوظ ذكرك ده محبوب ذكرك ده يفتح عليك أبواب الوصال بالله سبحانه وتعالى أول حاجة الحضرة أن تذكر الله وأنت في حضرتي الحاجة التانية الحضور تذكر الله وأنت حاضر يعني إيه حاضر ما أنت في حضرة مولانا سبحانه وتعالى بس أنت حاضر ولا أنت غايب يعني إيه غايب يعني بتقول سبحان الله هل أنت منزه لله سبحانه وتعالى منزه لله على أنه مش داري بأحوالك فنزهته عن الجهل بأحوالك بتقول يا رب وانت عارف ان هو ربك على حسن المعاملة وانت بتقول يا الله وانت بتنادي عليه وانت في قربتك عارف ان الله علم على الذات واجبة الوجود الذي بها يكون كله موجود فوجعك ده ما يسوي الشيء عندما يأتي فضل الله سبحانه وتعالى وجمال الله يبقى انت محتاج تكون في حضرة مولاك وتكون عندك حضور وعندك استحضار يبقى حضرة وحضور واستحضار استحضار ايه؟ انك امام الملك تستحضر كل صفات الله يبقى قلبك حاضر بين يدي الله وكمان مستحضر جمال الله وجلال الله وكمال الله ساعتها هيبقى قلبك حي هقول لكم حاجة تعالوا نتعود كده وإحنا بنذكر الله سبحانه وتعالى إذا جالك كرب اذكر ربنا بس تذكر ربنا وانت في حضرته وانت قلبك حاضر وانت كمان عندك استحضار لجمال الله يبقى ايزا لابد أن تكون في هذا فإذا ذكرت الله على هذا الحال كنت من أهل الحياة فيا رب يا محي احي قلوبنا بأن نكون في حضرتك ونكون من أهل الحضور ونستحضر جمالة معاملتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين فاصل ونرجع لكم لا عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعانا صفحاتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم ونخصص له وقت زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي هي في الحقيقة بتخلينا دايما في مجالس النور ومجالس الزكر وتعالوا بس أقول لكم قبل ما نبتدي في اللي جاوب على أسئلتكم أن الذكر يا سادة نفس نفس من نور نفس من نور بيجينا من حضرة النور سبحانه وتعالى يبقى إذا كنا بنكلم على أن الذكر لازم نستحضر فيه الحضرة فلازم نعرف أن ده نفس من نور الإنسان اللي بيحصل أنه هو يكون ذاكر لله بحس بنفس أنت مش بتخرج هوى أنت بيدخل فيك نفس مكتوب عليه ونفخته فيه من روحي وعشان كده الذكر نفس ولكنه نفس من حضرة النور سبحانه وتعالى الحاجة التانية النفس روح روح من وصل إذا حضر بيها الإنسان بتزهب عنه كل جفاء كان بينه وبين الله لازم هو يحس بكده أن ذكر لله أطع كل جفاء كل جفوة كانت بينك وبين الله خلاص زالت حتى لو كان الذكر بقلبك حتى لو كان الذكر بعمل صالح أنت عملته فيحصل إيه إذا قلبك قال ربي هتسمع قلبك على طول لبيك عبدي الله يقول لك لبيك عبدي وكمان الذكر لازم نعرف أن الذكر نفحة نفحة من مدد يملأ قلبك يملأ قلبك بماذا يملأ قلبك بنعم نعم إيه أن الله معك تذكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لازم تبقى عندك ده لما تذكر ربنا تذكر النفس وتذكر الروح وتذكر النفحة الزكر كده نعمل إيه لازم الزكر ده لازم أنت دايما أن يكون عندك ورد من الزكر ولازم إذا كنت مش قادر تذكر لازم قلبك لا ينقطع عن الزكر الناس بيتريد على الزكر حتى قلوبهم تبقى موصولة بالذكر على طول وبيوتنا لازم تتملي بالذكر ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر عايزين بيوتكم تبقى مش مقابر ساكن فيها أموات عايزين بيوتكم تبقى جنات ساكن فيها منعمين أحياء في جنة خلد اذكروا الله اعملوا مجالس للصلاة على حضرة النبي ومجالس للذكر تتنور قلوبكم وتتنور بيوتكم كمان تعالوا نشوف أول سؤال من الأسئلة اللي جات لنا على صفحتنا صفحة بن نمج ولا تعسروا والسؤال بيقول إيه زوجي دايما سريع الغضب والانفعال ودايما يفهمني عكس ما أسط ودائم الخروج من المنزل ويحب أن يبقى خارجه ودايما بين أطفالي النزاع يعني الأولاد بينهم خناء دايما ما بين الأولاد هل في شيء من السح وما الحل مع زوجي يا ربتي تجاوبني يا شيخ في أي وقت لقي إيه زوجي تعبني هو الحقيقة أنا حس أنتوا الاتنين تعبين بعض في الحقيقة أنا حس أنتوا الاتنين تعبين بعض ليه؟ عشان بس الناس تبقى فاهمة أن ما فيش مشكلة ربنا سبحانه وتجعها على شوقت سونن كده من السونن اللي جعلها في الحياة الزوجية أن ما فيش مشكلة زوجية سببها طرف واحد بس لا سببها بيبقى الطرفين بنسب مختلفة فالمشكلة اللي عندنا دي سببها إيه؟ سببها أن الزوجة بتقول أن الزوجة مش فاهمها مش فاهمها طول الوقت وبيفهمها غلط الحكاية دي بتبقى فيه مشكلة في التواصل إيه المشكلة اللي في التواصل؟ أن كل واحد حريص أن الثاني يفهم جوانياته لما الست بتشتكي أنه جوزها ما بيفهمهاش في الغالب هي ما بتقولش أنه هو أكيد بيفهم يعني أكيد بيفهم والدليل على ذلك أنه هو بيعرف يركب المواصلات وبيعرف يشتغل أكيد هو بيفهم بس هو أكيد أنت عندك مشكلة في أنه هو مش فاهمك أنت بالذات يعني لو سألتك عتقولي لي هو بيفهم كل الناس ووزكي وبيحب الناس وعنده ذكاء اجتماع وعنده كل حاجة بس هو مش فاهمني أنا عارفة ليه؟ لأن أنت في الحقيقة مش عايزها يفهم كلامك أنت عايزها يفهم مشاعرك يفهم لجوانك يفهم دوافعك وانت بتكلميه يعني لما تيجي تقول له أنا عايزك تقعد معنا شوية فهو ما بيفهمش مشاعر احتياجك أن أنت محتاجاه أنه ياخد بحسك وأنه يحتويك وأنه يحسسك بالأمان فهو ما بيفهمش ده فعشان ما بيفهمش ده أنت بتقوله أنه ما بيفهمكيش هو بيفهمك عكس مقصودك فأنت لما بتقول له أنا عايزك تقعد معنا شوية فهو بيقولك إيه؟ يعني أنت قصدك أن أنا مش قاين بواجباتي آه لأن في الحقيقة هو بيفهم بطريقة تانية لأن الخبرة والتراكمات اللي بينكم الخبرة غير مناسبة اللي بينكم بتخليه يفهم كده الحل إيه؟ الحل مش أنك أنت تمتنع عن الكلام أنت تسألتيني الحل إيه؟ الحل في حالة حضرتك هو الحوار أن أنتوا تقفلوا صفحة قديمة من كل اللي حصل بينكم وتبتدوا مع بعض حوار جديد تعملوه إزاي ده؟ تعودوا مع بعض ساعة بتتكلموا في كل اللي فات ولما يجي الثانية التلتمية وستين انتهى الحوار في كل اللي فات ومش هنفتحه مرة تانية ونكون حرسين إنه إحنا مش هنفتح مرة تانية أول ما يضرب زي سندرجة أول ما نوصل لنعاية الساعة نقفل الملف ده ومش هنجعله تاني ونعمل بعد كده وكل يوم نقعد مع بعض نص ساعة نتكلم عن المستقبل والسعادة الحوار الحوار أداء عجيبة ولعل ده اللي خلى الحوار اللي حصل مع حضرة النبي والمرأة سمع الله من فوق سبع سماوات عشان يقلي مولانا سبحانه وتعالى من شأن الحوار الحوار مهم جداً في حياتنا انتو البيت ناقص حوار بس الحوار لازم يبقى فيه ثلاث حاجات لما تيجي تسمعي جوزك ولما جوزك تيجي تسمعك ولعله يكون بيسمعني كمان لازم أقول حاجة أفهم أفهم شرك حياتي أفهمه يعني أفهمه زي ما هو بتكلم مش أفهمه زي ما أنا عايز أفهمه بلاش أفهمه وأنا عندي أجندة الأجندة دي لما ما أفهم الآخرين بأنهم عندهم أجندة ده سوء ظن ويسوء الظن حرام اجتنبوا كثيراً من الظن هذا حرام طيب دي حاجة حاجة تاني يبقى أنا أفهم شريك حياتي زي ما هو بتكلم مش زي ما أنا عايز أفهمه تاني حاجة لازم أتفهم يعني أعرف ده وفعه هو بتكلم كده ليه بيقول كده ليه هو لما بيقول لي هو أنا ما بقومش بوجبي هو مش قاصد إن هو يلومك على إنك أنت متشفيش هو عايز امتنان فأنت لو امتنتينه حصل المراد تالت حاجة التفاهم لما يكون بيننا خلاف وجهات النظر ما نقومش إلا وإحنا متفقين على شيء مشترك يبقى إحنا محتاجين حوار الحوار ده الحقيقة يخلي الناس الحوار بهذه الطريقة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة يبقى الحوار بالثلاث شروط اللي إحنا بنعملها دول هو صدقة والصدقة تطفق غضب الرب والصدقة أيضا تصلح البيوت ده أول سؤال طب يا بتسألني فيه سحر سحر إيه أنتوا اللي بتسحروا البعض ما فيه سحر ولا أي حاجة يعني أنتوا اللي بتسحروا البعض يعني ولا فيه سحر ولا يحزنون أنتوا اللي بتوجعوا بعض أنتوا اللي بتقلموا بعض أنتوا محتاجين اكسير الحياة الزوجية محتاجين ماء الحياة الزوجية الذي هو الحوار الحوار هو الماء الذي بيسري في الحياة الزوجية بدون حوار البيت يصبح وقد اشتعلت فيه النار حتى لو أهله صامتون لكن فيه نار في القلب مختزن فعشان كده تحاوروا يرحمكم الله السؤال اللي بعد كده بيقول هو قتل النمل المؤذي حرام أعصابي وجعاني منه جامد أنا أجاوب على السؤال فيه جزئين الجزئ الأولاني هل قتل النمل المؤذي حرام لا قتل النمل المؤذي مش حرام طيب الحاجة التانية أعصابي بقى وجعاني أعصاب حضرتك وجعاكي ليه بقى؟ أعصابي وجعاني أعصابي وجعاكي في بعض الأحيان أعصابك بتبقى وجعاكي ده لأن إحنا عندنا احتياج لدعم نفسي أن كل حاجة بحس أن هي بتقلبني وبتعصبني وبتتعبني وأنا بدخل في حالة صعبة جدا 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 ممكن أكون أنا محتاج دعم نفسي بس وفي حقيقة لو حريك بتسأليني أنا شايف أن أنت محتاجة شيء من الاحتواء شيء من الحنان يبعد عنك كل هذا الوجع لأن الإنسان لما بتبقى الأشياء البسيطة دي بتوجعه قوي بيبقى هو محتاج لحد يقف جنبه قوي وعشان كده إيه اللي حاصل لو أنت عندك لو أنت في محيطك حد أب زوج اطلبوا منهم أنهم يعودوا معاك اطلبوا منهم أن أنت تكلميهم اطلبوا منهم أنهم يساعدوك ويكونوا أكثر دعمة لك لأن دوت هايخفف من عليك الوجع قوي طيب السؤال اللي بعد كده بيقول أنا دلوقت أبويا رافض عروصة أنا بحبها وبقالي سنين معاه وأنا كنت تكلمت أبويا عليها من فترة صغيرة وقال لي تمام ماشي اسأل على أهله وبعد كده ناخد خطوة المهم سألت على أهله وطلع إنهم ناس طيبين وفي حالهم محدش قال في حقهم كلمة وحشة من المنطقة عندهم مع العلم إن والدها متوفي فكلمت أبويا رافض تماما بعد ما كان موافق مش عارف أعمل إيه معاه مش عارف أعمل معاه إيه فسألها بسيطة خالص استمر استمر لغاية ما يرضى أنا لا أحب أن تتزوج وأهلك غير راضين لأن أنت لو تتوقت وأهلك غير راضين إلا يحصل البيت سيشتعل نارا طب والحل هو إيه بقى وممكن يكسره في زوجتك ويقوله عنها كلامي وجعها ويديقها وتحس بأنها مرفوضة وتفتح باب للشر والعزو بالله طب تعمل إيه؟ استمر في استرضاء والدك استمر في الكلام الحسن عن خطبتك استمر في الكلام الحسن عن أهله جيب ناس هو بيقتنع برأيهم وخليهم يكلموه ليه طيب هو أنت لو جوزت يبقى أنت كده عقل والدك لا بس في نفس الوقت المسألة نحن لا نحب أن تقبل على الزواج وأهلك لا يقبلون هذا ليه؟ ليه؟ عشان ما تقزهمش وما توجعهمش فيحصل فساد في العلاقة بينك وبينهم فيترتب عليها أشياء غير محمودة العقبة فيبقى للحصل إيه؟ استمر في إقناع والدك استمر في إقناع إيه؟ والدك واسمع منه هو رفضها ليه اسمع منه بدقة وما تعتبروش رفضها بس عشان هو عنده هوا هو عنده أشياء مخاوف هو خايف لإني هو بيشوف أن الجواز علاقة ما بين أسرتين فحاول تطمنه ده لأن أنت لو طمنته بده هو يحس بسعادة وبهنى وهيحس إيه؟ بيه إن هو فعلا حصل حسن الاختيار هو خايف عليك من سوء الاختيار فحاول تطمنه عشان يحصل له الإحساس بإنه حصل حسن الاختيار لو عملت كده أنت في الحقيقة هتكون شخص بتفتح أبواب السعادة على حياتك وما بتوصلش حياتك إلى منطقة توصلك إلى الشقاق بينك وبين والدك لأن ده هيترتب عليه كثير من المشكلات إذا أنت ما عملتش ده يبقى إيه اللي حاصل؟ بهدوء أنا شايف أن تتأخر ليرضى والدك أفضل مليون مرة من أن تتسرع في الزواج ويحصل ما لا يحمد عقباه أنا شايف أن الكلام ده هيكون أسلم ليك وأحسن سؤال بيقول هل لقبول التوبة علامات وعلى الكشف السطر عن الذنوب أمام الناس ابتلاء أم عقاب وغضب من الله سبحانه وتعالى الجزء الأولى من السؤال بيقول هل لقبول التوبة علامات طبعا قبول التوبة علامات منها علامة أن الله سبحانه وتعالى ماذا يبسط النور في قلبك تحس بأن نور في قلبك ومن قبول التوبة أن ربنا سبحانه وتعالى يوسلك العمل الصالح بعد التوبة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العمل أدوامه وإن قل ومن التوبة النصوح أن أنت تجد عون من الله سبحانه وتعالى ومدد في نفسك على العمل الصالح فيبقى العمل الصالح خفيف عليك عمل الصالح يحبب لك العمل ويحبب لك الطاعة كل دي من علامات قبول التوبة من علامات قبول التوبة كمان إن ربنا يصل لك إن تتغير نظرتك للحياة أو من كان ميتاً فأحييناه واجعلنا له نوراً يمشي به في الناس فمن علامات كمان قبول التوبة إن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك فترى الحياة بنور الله سبحانه وتعالى من علامات قبول التوبة كمان ان ربنا يسر لك الذكر فتكسل من ذكر الله سبحانه وتعالى من علامات قبول التوبة ان انت كمان تستعظم المعصية وفي نفس الوقت ايه اللي حاصل التوبة تكون محببة الطاعة تكون محببة لقلبك كل دي من علامات ماذا كل دي من علامات قبول التوبة اما مسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف ستر حد ما ممكن يكون بيقدبه سبحانه وتعالى مش لازم يكون دواء ابتلاء لكن ممكن يكون دواء تهذيب وهو ممكن يكون ابتلاء أو ممكن يكون ابتلاء ممكن يكون عقاب ممكن يكون عقاب بس في كل حالة الله يربينا يعني يهذبنا يبقى لو حصل ان ربنا كشف ستر ذنب دي مش نهاية العالم دي بداية علاقة مع الله سبحانه وتعالى فيها ان الله سبحانه وتعالى ماذا يجذبك إليه فمعنى أن حصل كشف لستر عن ذنب مش معناه أن ربنا سبحانه وتعالى طرد العبل أو ربنا سبحانه وتعالى أغلق على قلبه لا يقبل على الله والله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقبل التوب فأقبل على الله ولا تعبأ بما حدث من كشف للذنب لأن الله سبحانه وتعالى ما زال يسترك ويسترك في كل حال فأقبل على الله ولا تبتعد ولا تعتبر هذا نوع من أنواع ترضي الله لك يا رب جعلنا على الدوام من أهل المحبة ومن أهل الذكر ومن أهل الفضل واجعلنا يا رب نوفق إلى ذكرك في كل حال في السراء وفي الدراء جعلنا يا ربنا سلواتنا في الحياة الذكر ونور قلوبنا الذكر واجعلنا دائما نلهج بذكرك واملأ قلوبنا بالصلاة على حضرة النبي التي هي أفضل الذكر اللهم اجعلنا من الذاكرين دوما لنكون في الصالحين ونكون من المقبولين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعلنا دوما من الذاكرين لنكون في حضرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أحب من نظر إلينا وأحب من نقبل عليه ونذكره في كل وقت وحين موسيقى موسيقى موسيقى